قدمت جنوب أفريقيا طلباً عاجلاً الثلاثاء لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم الذي تهدد به إسرائيل على رفح جنوب قطاع غزة فيما تصاعدت الانتقادات الدولية والرفض للعملية المتوقعة من قبل الاحتلال وقال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه ليس مقبولاً القيام بهذه العملية وليس مقبولاً مطالبة النازحين بالهجرة مرة أخرى مطالباً الإدارة الأمريكية بوقف إرسال السلاح إلى إسرائيل معتبراً أن حكومة نتنياهو لا تنصت ولا تستجيب لأحد وتأتي هذه التحذيرات الدولية المتصاعدة والواسعة ضد عملية رفح في وقت يلتقي فيه وفود في القاهرة من قطر ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة بقصد التباحث في فرص تذليل العقبات أمام التوصل لاتفاق هدنة وتبادل الأسرى وذكرت مصادر أن التوصل للاتفاق ربما بات ممكناً وقريباً مشاهدينا وأرحب بضيفي هنا في الستوديو سيد محمد أمين الكاتب والإعلام الفلسطيني أرحب بك سيد محمد إلى أي مدى يمكن القول بأن هناك إجماع دولي على رفض هذه العملية التي تهدد بها دولة الاحتلال على مدينة رفح شكراً جزيلاً أستاذ زياد الحقيقة هناك إجماع دولي وهناك قلق دولي هذا صحيح ومخاوف كبيرة سواء على مستوى الكارثة الإنسانية التي ممكن أن تقع في رفح أو على مستوى ما ستخلفه من جرائم ومن ضحايا إذا ما أقدمت إسرائيل على اجتياح رفح لكن المشكلة زياد هو ليس الإجماع وليس القلق الدولي وإنما أنه لا يوجد هناك فعل يعني لا توجد هناك قرارات يمكن من شأنها أن تردع إسرائيل الموقف الأمريكي موقف ناصح لإسرائيل هو يعبر عن مخاوفه يتحدث عن المخاطر التي يمكن أن تتنجم عن هذا الاجتياح لكن في نفس الوقت هو لا يقوم باتخاذ أي إجراء يمكن له أن يمنع إسرائيل يعني الأمريكان هم يتحدثون لكنهم حتى هذه اللحظة لم يقرروا أن يقوم بالضغط على إسرائيل لمنعها من اجتياح رفح وهذا تماما الموقف الأمريكي خلال خمس شهور الماضية هم نصحوا إسرائيل يتحدثوا بلغة الناصح وليس بلغة يعني أنه اتخاذ قرار أو الضغط حتى على إسرائيل هم نصحوا إسرائيل بأن لا تشتاح مستشفى شفاء إذا تذكر في بداية العدوان وقامت إسرائيل باشتياح المستشفى وارتكبت أبشع الجرائم نصحوا إسرائيل بعدم التوغل بريا في المناطق المكتبة بالسكان ارتكبت إسرائيل مجازر بشعة في المناطق المكتبة بالسكان وذهبت بعيدا في حرب الإبادة نصحوا إسرائيل بعدم الذهاب باتجاه خانيونس والجنوب لأن الفلسطينيين المهجرين ذهبوا إلى هناك إسرائيل لا تستمع لأحد واليوم جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية يقول أن إسرائيل لا تستمع لأحد وإذا ما كان هناك طرف يريد إيقافه عليه أن يقوم باتخاذ قرار وقال إذا أرادت الولايات التحدة الأمريكية أن توقف إسرائيل عليها أن تلوح بوقف التسليح وأن تنتخذ قرار بوقف التسليح العسكري أمريكا الحقيقة هي شريكة في هذا العدوان وهي تقود هذا العدوان وكل ما يهم أمريكا هو القيام بتسهيل مهمة إسرائيل وتجسير الطريق نحو تحقيق أهدافها وكل الوقاحة التي تحدث فيها الأمريكيون حقيقة تدعو للإشمئزاز وقاحة وعنصرية وسادية واستعمار جديد واستشراق جديد ونظر بدونية للمواطنين الفلسطينيين وللعرب عموما عندما يتحدث اليوم منسق الاتصالات في البيت الأبيض ويقول أنه نحن كل ما يهمنا هو إخراج الرهائن ولا يكترث هو بأنه في 30 ألف فلسطيني استشهده وفي حوالين 60 ألف إلى 70 ألف جرحه و10 ألاف تحت الأنقاض هو حال وحال قانسي عن موقف الأمريكي ناطق باسم الخارجية الأمريكية ومفوض ومنسق الاتصالات جون كيربي ينظر بنفس النظرة ينظرها يؤف جلنت إلى الفلسطينيين بأنهم حيوانات وهذا يجي تفسير آخر أن الرجل يتحدث عن رهائن ولا يلقي بالا لمئات الألاف من الفلسطينيين الذين قتلوا هو للإنصاف قال بأنه نعمل على تقليل عدد الضحايا دعني أشرك أنه سيد أيضا هذه زياد عفوا لا قيمة لهذا الكلام لأن هذا الكلام نفسه منذ اليوم الأول هم يقولوا بأنه نحن ننصح ونحث إسرائيل على تجنب قتل المدنيين ما تقوم به إسرائيل هو على العكس تماما نعم وبعد كل زيارة أمريكية كل زيارة لوزير الخارجي الأمريكي تصعد إسرائيل من حربها ومن جرائمها طيب دعنا نشرك معنا سيد خليل عساف عضو لجنة الحريات العامة ينضم إلي من نابلس أرحبك سيد خليل عندما يقول كيربي بأنه نريد تقليل أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة على ما يعبر هذا القول يعني قتل خمسين لا بأس ولكن قتل مية ممنوع تحياتي لك ولضيفك الكريم ولجميع أخو المشاهدين يعني الموضوع ليس موضوع أرقام عند الكيربي أو عند الأمريكان أو عند الإسرائيليين أو عند خلفائهم الآخرين من العرب الأوروبية وغيرهم وبالتالي الموضوع أنا أتفق مع ضيفك الكريم عندما يقول بأنه الموضوع بدل ما تقتل خمسين بدل ما تقتل مية قتل خمسين نحن لم نرى منذ أن قامت المحكمة بالطلب من إسرائيل بتقديم إضاحات لها محكمة العدل العليا الدولية لم يخف هناك في يوم من الأيام عدد الشهداء الذين يسقطوا في غزة وبالضفة الغربية بالعقل زدت هذه الأرقام توحشاً وإجراماً وإباثة اليوم كان هناك يعني خلال 24 ساعة الماضية 133 شهيد وأكثر من 170 جريع والجراح مع ضمها والشهداء أكثرهم بالأطفال والنساء وبالتالي نحن نقول بأنه هناك مخطط دولي أمريكا هي قبل إسرائيل عدوة للشعب الفلسطيني أمريكا هي التي تريد استمرار الحرب أمريكا لا تخف ولا تقل عن بين كفير وسموترش إجراماً وتوحشاً وتطرف وبالتالي قضيتنا قضية معروفة نحن الشعب الفلسطيني يعني وصلنا إلى الحقيقة وبدأنا وعرفنا من هو العدو الحقيقي للشعب الفلسطيني نحن كما أقول وكما أقول في كل لقاءات نحن خيبتنا كبيرة من الجماهير العربية ومن قياداتهم التي أذلها نتنياهو عندما كانوا مجتمعين بالسعودية عندما قال لهم إذا أردتم أن تحافظوا على كراسيكم فاصمتوا يعني انخرسوا فأخرسهم ولا من نسمع أي كلمة عدل يمنيين وبعض الأخوة في لبنان وسوريا والعراق وبالتالي بالأركس يعني بدأت أمريكا وعلى لسان بايدن وغيره بفضح القادة العرب عندما تهموهم بشكل واضح بأنهم من يقوموا بالإغلاق ومن إدخال المساعدات وعدم فتح المعابر وعدم عمل أي شيء بالتالي نحن ننتظر قدرنا نؤمن بأن بأننا سننتصر وأن مقاومتنا سنتنتصر لأن هذا شعب عظيم شعب يؤمن بوجوده على هذه الأرض هذه الأرض احتلها لكثير من الأمم ذهبوا وبقيت فلسطين وستبقى إن شاء الله فلسطين طيب يعني على ذكر الأنظمة العربية لن نتحدث كثيرا في الأنظمة العربية لأنه الكثير يرى بأنه ميؤوس من أي تحرك حتى على المستوى الإنساني ولكن على المستوى الشعبي سيد خليل كيف نفهم هذا الغياب شبه الكامل وشبه المستمر للشارع العربي وللأسف بما فيه الضفة الغربية وفلسطين 48 أيضا يعني الحراك الشعبي العربي بما فيه الفلسطيني ليس على مستوى هذه الجريمة التي تجري في قطاع غزة يعني خلينا نكون واضحين بالنسبة لإخواننا بالـ 48 أنا بأقول لك بكل وضوح الله يعينهم لأنه هناك حالة من القمع الغير مسكوك حتى بالضفة الغربية حالة من التوحش في الأحكام التي يعني تجري عليهم وبالتالي يكفينا كفلسطينيين أن نقع عليهم في بيوتهم وفي بلدانهم وفي كراء وأنا أقولها للأمان أمام يعني أمام العالم كله ولكن بالضفة الغربية وبقية الدول العربية أنا أقول لك بكل وضوح ولنكن واضحين من يحكم هو الأمن وبالتالي نسمع الكثير من المسؤولين الأمكيين عبارة الثناء على الأجهزة الأمنية سواء الفلسطينية أو العربية وبالتالي أعتقد بأن أمريكا استطاعت وتستطيع أن توصل الأجهزة الأمنية إلى حالة كم غير مسبوك حالة قهر غير مسبوك حالة ملاحقة لكل الأصوات الحرة والجريئة التي تريد أن تكف مع الشعب الفلسطيني أنا أقول لك في حالة تعاطف كبيرة جدا وهذا واضح وأننا لا نمكنه ولكن للأسف أنا أقول لك أنها خيبة أمل كبيرة أنها خيبة أمل مشادي ولكن أنا من يصبر على حرب في مسافة أو مساحة قصيرة صغيرة جدا كغزة من مجموعة الدول ما فيها إسرائيل وأمريكا وفرنسا وألمانيا عشرات آلاف المرتزقة من هذه الدول دخلت إلى غزة وتقاتل جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي في كل هذا التسلح وهذه الإبادة وهذا الإجرام وأن تصبر للشهر الخامس أنا أقول لك أنها بطولي ليس بعدها بطولي هذا صمود ليس بعدها صمود وسننتصر أخيرا بغم هذه التي دفعناها والتي هي هائلة جدا من تدمير وقتل ومترح وكل هذا الدماء أشكرك جزيلا سيد خليل عساف عضو لجنة الحريات العامة كنت معي من نابلس سيد محمد أمين يعني كان لافتا بعد صمت طويل وزير خارجية السلطة الفلسطينية يطالب بممرات آمنة للنازحين في مدينة رفح يعني هذا يدفعنا للتوقف عند موقف السلطة الفلسطينية عموما من العدوان على قطاع غزة منذ بداية العدوان ما الذي قدمته من أجل وقفها وما الذي تقدمه الآن والمفاوضات تجري في القاهرة حقيقة وزير خارجية فلسطين هي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا هذا المفترض أن يكون وزير خارجية الفلسطين وبالتالي أنا كفلسطيني إذا سألتني أنا أعتبر أن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تلك السيدة المحترمة الوطنية ذات البعد النضالي وذات الموقف البطولي التي تقدمت بطلب للمحكمة العدد الدولية وتدافع عن الشعب الفلسطيني بكل كرامة بكل وطنية وبكل شرف وبكل حقيقة هذه هي وزيرة خارجية فلسطين وزيرة خارجية جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية حقيقة غير موجودة يعني لا يوجد لها أي دور فيما يجري في حرب إبادة على قطاع غزة والمفروض أن قطاع غزة أو السلطة الفلسطينية مفروض أنها جزء من المشهد الفلسطيني ومجزء من الشعب الفلسطيني لكن اليوم زياد وتجري المفاوضات في القاهرة لا يوجد مسؤول فلسطيني من السلطة لا موجود لا في المفاوضات ولا حتى في الفندق مدير الشباك وممثل عن المصريين وممثل عن الأمريكان والوسيط القطري أنت لاحظ أنه لا يوجد وجود لها يعني القيادة أو للسلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية حقيقة في هذه الحرب يعني تكشفت بالكامل لا يوجد لها أي دور لا على مستوى الوطني الفلسطيني ولا على مستوى حتى إدارة معركة سياسية رغم أن هناك بعض الناطقين باسم السلطة الفلسطينية وبعض يعني المندوب الفلسطيني مثلا في الأمم المتحدة متحدد جيد ممتاز لكن مجمل السلطة الفلسطينية الحقيقة ثبت بأنه لا هي لها علاقة لا بإدارة المشهد الفلسطيني ولا هي يعني قادرة على حماية نفسها فضلا على حماية الشعب الفلسطيني لكن كان حقيقة موقفها معيب ومخجل وتندله الجبين يعني وزير خارجي الفلسطيني اليوم يتحدث كأنه وزير خارجية بوركينا فاسوي أفضل لما تحدث به وزير خارجية الفلسطيني عندما يطالب مرات آمنة هذه حرب إبادة هذه جريمة تستمر لليوم 130 هذه عملية قتل بشعة تجري لشعبك وأنت تحدث بهذه الصيغة الحقيقة يعني لا تمثل لا يمثل هذا الوزير لا الشعب الفلسطيني ولا يمثل إرادة الشعب الفلسطيني لكن هذا ربما يعني كما يقال يعني النبش في الجثث أو يعني ضرب في الميت حرام نعم فالتالي أظن نوع من إضاعة الوقت عندما يتحدث عن أداء السلطة الفلسطينية وهي أصلا سلطة تحت الاحتلال وللأسف شديد رغم ضراء رغم هذه الحرب الوحشية إلا أنه لم يتم وقف التنسيق الأمني التنسيق الأمني مستمر فيما القبائل القنابل والصواريخ والإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة طيب دعنا نشرك معنا دكتور محمد مكرم بلعاوي مدير عام رابطة برلمانيون لأجل القدس ينضم إلي من أسطنبول ورحبك دكتور محمد رغم كل التحذيرات الدولية من عملية للاحتلال على مدينة رفح التي تكتظ بأهالي قطاع غزة نتنياهو يتمسك بهذا التصعيد وهذا العدوان على مدينة رفح لماذا ما الذي يريده نتنياهو ما الذي يسعى إليه سأل خير أستاذ تحية لك والمشاهدين وأسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وأن جاء لأهلنا في قطاع غزة وأن تكون هذه آخر أيام في هذه المأساة وهذا العدوان الطويل الحقيقة أنه نتنياهو يعمل بشكل منهجي منذ اليوم الأول لهذا العدوان واليوم هو يحاول أن يجني ثمر مرة لكل هذا العمل منذ اليوم الأول لاحظنا أنه استهدف البنية التحتية والمؤسسات العامة وعمل بشكل تدريجي على حشر الناس بشكل منهجي كما أسلف في قطاع ضيق على الحدود المصرية وكان منذ اليوم الأول مسؤولون الإسرائيليون يصرحون بشكل الواضح لا لبس فيه بأنه على الفلسطينيين أن يذهبوا إلى سيناء وأنه المشكلة هي بالدول العربية التي لا تريد أن تنهي هذه المأساة على اعتبار أنه وجود الفلسطينيين في أرضهم هو المشكلة وليس العدوان عليهم ولذلك يعني بظن أنه نتنياهو اليوم يريد أن يصل بالفصل الأخير من هذه المأساة ويعني يكتب نهاية توافق خططه بغض النظر عن الثمن الذي يدفع المجتمع الإسرائيلي أو المجتمع الفلسطيني المتضرر الأساسي من كل ذلك وبالنسبة له أي خسائر على الطريق سواء كانت فلسطينية أو إسرائيلية لن يكون لها تأثير كبير إذا كانت نهاية الحرب بالنسبة له وأن يقوم بتطهير عرقي كامل لقطاع غزة وأن تتحول دولة إسرائيل إلى دولة يهودية حقيقة والعالم كله بالطبع كما رأينا بالولايات المتحدة الأمريكية وهي التي بياتها الحل والعقد أنه لا تستطيع عمليا تحدي نتنياهو لأنه من خلال عمل قرن كامل من الزمان على اختراق النخبة السياسية الأمريكية وبالذات في الكونغرس والإدارة الأمريكية باتت هذه الإدارة أعدز من أن تفرض قرارا أو رأيا على الحكومة الإسرائيلية وبالذات نتنياهو لذلك رأينا أنه عاقب مثلا مرافع الجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولي لم يتغير السلوك الإسرائيلي على الإطلاق وكأنه لم يكن هناك أي محاكمة ولم يكن هناك أي إدانة ولو غير مباشرة لإسرائيل بالعكس تصاعدت الهجمات وأصبحت أكثر وحشية والموقف الأمريكي وإن أصبح أكثر خجلا إذا جز التعبير إلا أنه في واقع الأمر غير قادر على فرض قرار وإجبار إسرائيل على تغيير سلوك على الأرض رغم كل الحديث عن التعاطف مع الضحايا وعن رغبة الولاد المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن وبلينكين تقليل عدد الضحايا الفلسطينيين والالتزام بالقانون الدولي كل ذلك لا رصيد له من الواقع كما رأينا طيب أسؤال المطروح في هذا الصدد دكتور محمد من هي الدول التي يعني القادرة على التأثير على مسار الأحداث والدفع باتجاه وقف هذا العدوان على قطاع غزة والقدرة شيء والمصلحة شيء لأنه حتى الدول العربية والإسلامية لا يبدو أنها لها مصلحة عمليا بإيقاف العدوان لأنه هي بتعد الحركة الإسلامية عموما خصما لها وحماس جزء من الحركة الإسلامية وعندما نستمع إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين والغربيين على مدى عقود حتى قبل السابع من أكتوبر هم يتحدثون بأن الرؤساء العرب والمسلمين آخر همهم وآخر موضوع يطرح عندما يلتقون مع السياسيين الغربيين هو الموضوع الفلسطيني الموضوع الفلسطيني في العالم العربي والإسلامي هو مع الأسف موضوع للاستهلاك المحلي والشعبي ولذلك دائما في حديث أنه الضغط يأتي من الأسفل هذا الضغط يأتي من الشعب ولذلك أعذرون هكذا لسان حال ومقال الرؤساء العرب والمسلمين في أغلبهم أنه أعذرون لأنه لا نستطيع أن نتخلص أو نناجه الضغط الشعبي ولذلك يجب أن يكون هناك موقف إلى حد ما ولو لفظي بالنقد ولذلك كما أسلمت بأنه القدرة شيء والرغبة شيء آخر نحن رأينا أن الحوثيين على سبيل المثال وهم غير معترف فيهم دولة عندما رغبوا بأن يمارسوا شيء من الضغط استطاعوا أما الدول الكبرى في المنطقة والتي هي أقدر وأقوى عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا لا نستطيع أن تمارس أي نوع من أنواع الضغط ولا أعتقد أنه ذلك بسبب عدم القدرة ولكن غياب الرغبة شكرا لك دكتور محمد مكرم بلعاوي مدير عام رابطة برلمانيون لأجل القدس كنت معي من اسطنبول سيد محمد أمين ابقى معي لو سمحت سنواصل مشاهدين في أضواء على الأحداث ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد المشاهدين ونستمر في البحث في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووجدد الترحيب بضيفي هنا في الستوديو سيد محمد أمين الكاتب والإعلامي الفلسطيني سيد محمد يعني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس فقط على المستوى العسكري ولكن على كافة الأصعدة إعلامي تجويع طبي على كل الأصعدة الحديث اليوم عن مجاعة في قطاع غزة والأيام الأخيرة لم يعد يدخل إلى القطاع أي مساعدات من معبر رفح من المسؤول ومن يستطيع تخفيف هذه العباء عن أهالي قطاع غزة طبعا سؤال مهم هذا أستاذ زياد وهذا يجعلنا نذهب إلى الحديث عن الهدف الحقيقي والمعلن والذي تتشارك كل الأطراف التي يعني تشترك الآن أو تشترك الآن مع إسرائيل في تنفيذه وهو جعل قطاع غزة مكان غير قابل للعيش وتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر عمليات العسكرية العدوان الذي يدخل شهر الخامس عفوا والتجويع وتدمير المستشفيات وتدمير أماكن نزوح هذا واضح جدا إسرائيل منذ اليوم الأول هدفها دفع الفلسطينيين للهجرة من قطاع غزة إلى سيناء والتخلص من كل القضية الفلسطينية عبر التخلص من بقايا الشعب الفلسطيني الذين مازالوا على الأرض الفلسطينية سواء هذا في غزة أو بالضفة لكن الآن منذ اليوم الأول وإسرائيل تحاول عبر العملية العسكرية عبر القصف وعبر الاجتياح أن تنفذ هذا الهدف وهو الدفع بالناس نحو الهجرة الناس لم يهاجروا وبقوا في شمال غزة رغم الظروف الصعبة ورجعت ثانيا إلى قطع المساعدات وقطع الكهرباء والماء والطعام من أجل جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للعيش والحقيقة المسؤول هو الذي يغلق الحدود على قطاع غزة ويشارك بشكل مباشر وليس غير مباشر أخي زياد في هذه الحرب حرب التجويع وهو مصر رفح معبر رفح لك أن تتخيل أنه معبر رفح في خلال السبوع الماضي دخلت 13 شاحنة فقط من أصل مئات الشاحنات التي تكتض على المعبر وليسمح لها بالدخول ما معنى هذا معنى هذا أولا أن مصر إما عاجزة عن فتح المعبر وإدارته أو أنها غير راغبة بفتحه من أجل التماهي مع مشاريع وسياسات إسرائيلية أنا برأيي أنه بعد خمس شهور لابد أن نقول الحقيقة والحقيقة هي أنه هناك ليس عجز مصري وإنما تواطئ مصري ومشاركة مصرية في حرب التجويع والتهجير وتركيع الشعب الفلسطيني لأنه هذا المعبر كما نقول دائما هو معبر مصري ما الذي يمنع دون فتحه الهدف الذي يمكن أن أن نصل له ويمكن أن نستنتجه من خلال فعل وأداء صانع القرار في مصر لأنه يريد أن يشارك إسرائيل في محاولة ضغط على الشعب الفلسطيني من أجل الهجرة ومغادرة قطاع غزة على عكس ما يقال في العلن في العلن تقول مصر أنها ضد مشاريع التهجير وأنها تريد أن تقطع الطريق على هجرة الشعب الفلسطيني إلى سيني لكن الفعل يصب في هذا الهدف وهذا ليس منذ الأسبوع هذا لكن منذ اليوم الأول وكما تعرف أنه محكمة العدل الدولية وحتى الأمريكان قالوا أنه معبر رفع ومعبر مصري إذن مصر للأسف الشديد تشارك في تجويع الشعب الفلسطيني وأنا برأيي أنه الآن ذات الأمور واضحة هناك مشروع متكامل إسرائيلي أمريكي وتشارك في بعض الأطراف العربية تريد هذه الأطراف أولا القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لأنه هناك مشكلة أصلا لدى الأنظمة العربية مع المقاومة كما لدى إسرائيل مشكلة مع المقاومة إسرائيل لديها مشكلة مع المقاومة لأنها تريد استكمال التهجير والاستجلاء على الأرض الفلسطينية ودول العربية المطبعة لديها مشكلة مع المقاومة مع الحركة حماس كحركة إسلامية تناصبها العداء وتناصب الإسلام السياسي كله العداء وهي تعتقد أنه هذه الفرصة للقضاء على حركة حماس حتى لا يشكل ذلك أي رافعة أو تهديد مستقبلي لأنظمتها لأنها تعتقد أن الربيع العربي كان فيه الإسلاميون رأس حربة وأن الإسلاميين الذين نزلوا إلى الشوارع وكان لهم دور كبير في قيادة الجماهير يعتقدون بأن سقوط حركة حماس والقضاء عن مقاومة سيعني قضاء وسحب هذه الورقة من الحركة الإسلامية الموجودة في العالم العربي أيضا رقم اثنين أن هذه الدول وافقت على المشروع الأمريكي بالانضمام تحت الحلف الإسرائيلي لأن هناك محور يتم بناءه حتى قبل السابع من أكتوبر ومحور إسرائيلي أمريكي تقود في إسرائيل هذه المنطقة لمواجهة التحديات فيما تحاول الدول العربية تقول أن هناك تحديات الإيرانية أنا برأيي وأن هناك شراكة عربية مباشرة في بناء المحور الإسرائيلي والأنظمة العربية هي لا تخشى لا من إيران ولا تخشى من تهديدات أدرعها وإنما الخشية الحقيقية هي من شعوبها هي تعتقد أن التحالف مع إسرائيل والقضاء المقاومة واشتثاث أي حركات العلاقة بالتطلع نحو الحرية هذا يضمن لها كراسية طيب دعنا نشرك معنا سيد حمادة فرعنة الكاتب والمحلل السياسي الأردني ينضم إليه من عمان أرحب بك سيد حمادة إلى أي مدى بعد ما تبين هشاشة دولة الاحتلال بعد السابع من أكتوبر وهي بحاجة إلى الحماية إلى أي مدى ما زال ممكن أن هذا الحلف الذي يتحدث عنه سيد محمد أمين بقيادة إسرائيل في المنطقة أن يكون واضح أن العدو الوطني القومي الديني الإنساني للشعب الفلسطيني والشعب العربية هو العدو الإسرائيلي هو المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي ولذلك يجب أن ينصب الجهد والعمل والتفكير والتخطيط والبرمجة لمواجهة هذا العدو لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني وأصدقاء وحلفاء الشعب الفلسطيني لهم مصلحة بتوسيع قاعدة العداء أو الخصومة لا شك أن الأنظمة العربية لا تملك القدرة أو القرار الوطني المستقل في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أعتقد أن الشعب الفلسطيني وحركة الوطنية ومن ضمنها حركة حماس لا مصلحة لهم في استعداء لا مصر ولا أي طرف عربي آخر بالنسبة للمصر أعتقد أن الجيش المصري جيش وطني لا يسمح يعني بهذه المغالاة وأيضا المصلحة المصرية الوطنية المباشرة أي المصلحة المصرية المباشرة لا مصلحة لهم يعني بقبول رمي القضية الفلسطينية أو هالي قطاع غزة إلى مصر أعتقد من خلال متابعتي كمراقب ومدقق ولا أريد أن أدافع عن أي نظام عربي لا مصلحة لي في ذلك ولكن أنا أنظر فقط لمصلحة الشعب الفلسطيني ولكن أعرف أن مصر هددت وبلغت أن معاهدة كام ديفيد بين المستعمرة الإسرائيلية سيمس بها إذا ما جرى طرد أو إبعاد أو ترحيل الفلسطينيين إلى قطاع غزة وبالتالي عفا إلى سيناء ومن ناحية عملية من ناحية إجرائية المصريون وضعوا الحواجز المختلفة على الحدود وأيضا وضعوا الدبابات الإسرائيلي المصرية على طول المنطقة المحاذية للحدود الفلسطينية احتياطا لكل الاحتمالات ولذلك أعتقد أن الموضوع الرئيسي للشعب الفلسطيني هو العدو الإسرائيلي حركة حماس حققت إنجاز غير مسبوك بهذه الفعالية بهذا الحضور أولا شكلت صدمة للمجتمع الإسرائيلي ولجيش الاحتلال ولأجهزة المستعمرة الإسرائيلية وثانيا وجهت ضربة موجعة لقوات الاحتلال قتل أكثر من ألف إسرائيلي أسر أكثر من 250 ومنهم أكثر من 100 ضابط وجندي ولذلك كان إنجاز في يوم 7 أكتوبر والإنجاز الآخر إلى الآن هو صمود المقاومة الفلسطينية وقدرتها على توجيه ضربات موجعة للعدو الإسرائيلي ما زلنا إحنا في جوف المعركة نتابع هذا الموضوع لم تنتهي هذه المعركة وبالتالي الشعب الفلسطيني بحاجة لمزيد من التضامن من الإسناد من الدعم من التعاطف إلى آخره ولذلك ما حقق الشعب الفلسطيني بفعل معركة 7 أكتوبر هذا الاحتجاجات في الشوارع الأوروبية بسبب عاملين أساسيين العمل الأول هو العداء والعدوان والتطرف من قبل العدو الإسرائيلي بقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتدمير أكثر من 60-70% من الأبنية والبيوت الفلسطينية وحتى على رؤوس أصحابها هذا استفزل حقيقة الشوارع الأوروبية وأيضاً صمود المقاومة الفلسطينية وتوجيهها قدرات ودعم وإسناد ولذلك هذا الإنجاز الحقيقة يحتاج لدعم وإسناد لا أن نفتح معارك مع هذا الطرف أو ذلك طيب سيد حمادة اليوم في مؤتمر صحفي بين أستاذ زياد عفواً بس يعني ما يتفضل بي لأستاذ حمادة حقيقة متناقض تماماً يعني هو يقول أن الشعب الفلسطيني يفتح معارك يا عزيزي شعب الفلسطيني لا يفتح معارك وإنما هناك نحن نتحدث عن واقع أنا لا أتحدث عن شعب الفلسطيني يفتح معارك نتحدث عن واقع بأن هناك معبر رفع مغلق ما فيش شاحنات تدخل إلى قطاع غزة الشعب الفلسطيني يريد أن من يريد أن يساعد الشعب الفلسطيني يدخل له الغداء والطعام من يغلق المعبر هو ليس الشعب الفلسطيني وإنما الحكومة المصرية ونحن نتحدث عن الحكومة ولا نتحدث عن الشعب رقم اثنين أنه هناك حديث عن استعدادات في الجانب المصري وأنه سيتم إلغاء المعاهدة هذا غير صحيح لم أسمع مسؤولا مصريا قال أنه سيلغي المعاهدة بالعكس وزير الخارجي المصري خرج بالأمس وقال لا 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 وزير الخارجي المصري بالأمس خرج وقال أن المعاهدة مستمرة وكما كانت في السابق ونحن ملتزمون فيها وبالتالي هذه مغالطات يعني أنا لا أهاجم ليس لي مصلحة في مهاجمة الأنظمة العربية لكن أيضا ينبغي أن نتحدث عن حقائق هذه هي أداء السياسة العربية نحن نتفق نختلف في مقارباتنا في انتقادنا لهذه الحكومة أو تلك لكن علينا أن نقول حقائق الحقائق يا عزيزي أن هناك شعب يجوع في قطاع غزة وهناك معابر مغلقة والعدل الدولية قالت أن المعبر مغلق والسرائيلي نفسهم قالوا أنه ليس لنا علاقة معبر رفع هذه حقائق يعني فقط لأنه الدم يسيل والناس تموت من جوع ونحن الآن في كارثة في مجزرة في حرب إبادة طيب سيد حمادنا يعني نقاط مهمة والسؤال الذي أطرحه عليك في هذا الصدد يعني في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات في القاهرة من أجل التوصل إلى صفقة توقف كل أشكال الشاحنات الإنسانية التي تدخل معبر رفع كيف نفسر ذلك؟ نعم أولا يجب أن نشكل حال الضغط كبيرة جماهيرية سياسية حزبية برلمانية إلى آخره للضغط من أجل فتح يعني المعابر وتقديم كل الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني لا أن نصطدم يعني مع هذا الطرف أو ذاك هذا المسألة بالنسبة لي وبعدين أنا مسجون في المعرفش الأخ من وين بيحكي وشو اللي بيحكي أنا مسجون في مصر ومسجون في الأردن وإلى آخره لكن أنا بالنسبة لي الأولوية الأولى هي كيف يمكن دعم وأسناد الشعب الفلسطيني اسألني على الموقف الأردني عندي شجاعة وأنت بتحكي معي وأنا من عمان أني يعني أديني الموقف الأردني إذا فيه هناك تواطئ أو فيه تقصير إلى آخره لكن أنا ما إلي مصلحة يعني لا في مصر ولا في مصر ولا في الخليجيين أني أفتح معارك مع هذا الطرف أو ذاك ما إلي مصلحة الشعب الفلسطيني ما إله مصلحة أنا لا أخاف من أحد ولا أخشى أحد وعند الجرعة والشجاعة أواجه كل الأطراف ولكن أنا في ظل هذه المعطيات اللي بتفضل عنها الأستاذ في معاناة الشعب الفلسطيني هذا الشعب بحاجة لروافع داعمة ومساندة الآن فيما يتعلق بالمفاوضات الآن في القاهرة يجب أن يكون واضح أن في 27 كنون ثاني يناير الماضي تم التوصل إلى اتفاق بين مدراء المخابرات المصرية والإسرائيلية طبعا الشباك والموساد والقطريين والأمريكان وبالتالي حكومة المستعمرة الإسرائيلية لم تقبل تماما بهذا الموضوع الآن في هناك إعادة نظر لا أعرف شو النتائج ولكن عندي قناعة بأن الصفقة ستتم والعدو الإسرائيلي سيكون مرغما على قبول هذه الصفقة وقبول هدنة مؤقتة بشكل تدريجي وإطلاق صراح الأسرة بشكل تدريجي ولكن يجب أن يكون واضح أن المقاومة الفلسطينية ما زالت صامدة وما زالت قادرة على توجيه صواريخ لمناطق الاحتلال الأولى عام 48 وما زالت على الأرض توجه ضربات موجعة للعدو الإسرائيلي طبعا بالنسبة لنيتنياهو وفريقه الحاكم أخفق في مسألتين جوهريتين أولا أخفق في مبادرة 7 أكتوبر التي شكلت صدمة وثانيا أخفق بكل الإجراءات التي اتخذها بعد 7 أكتوبر رغم الجرائم البشعة النازية المتطرفة الفاجية التي قرفها بحق الشعب الفلسطيني ولكنه لم يتمكن لا من اعتقال أو قتل قيادات حركة حماس لم يتمكن من الإفراج عن الأسرة والمعتقلين لحد الآن تمكن من الإفراج عن ثلاثة من الأسرة لم يتمكن من طرد الشعب الفلسطيني إلى سيناء لم يتمكن من إعادة المستوطنين المستعمرين إلى مساكنهم في المستعمرات المحاذية لقطاع غزة وبالتالي هو يريد استمرارية الحرب لعله يحقق أي إنجاز وجاء قبل يومين ثلاثة الإفراج عن اثنين من الأسرة وهم لم يكنوا مع حركة حماس كما أعلنت كانوا يبدوا لدى أحد العائلات الفلسطينية ولكن حتى ولو كان لدى حركة حماس يعني ما زال هناك أكثر من مائة أسير إسرائيلي موجودين في أسر حركة حماس وبالتالي لهم هدولة قيمة ودور وإلى آخرين هو جيش الاحتلال أعلن أنه ما زال هناك مائة وأربعة وثلاثين أسيرا لدى المقاومة وبالتالي يعني ما زالت المقاومة ثابتة ولكن ما أنجز نتنياهو مسألتين كما قلت قتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتدمير مساحات واسعة من الأبنية المدنية الفلسطينية هذا الإنجاز بين قوسين هو الذي سبب له الحرج سبب له المعارضة سبب له الاحتجاجات في الشوارع الأوروبية والأمريكية وهذه جريمة لن تنسى بالتأكيد سيد محمد أمين هل يمكن الرهان على مفاوضات القاهرة من أجل وقف هذا العدوان؟ طبعا سنتحدث عن مفاوضات القاهرة لكن الحقيقة من العجيب أننا نتظاهر في لندن وواشنطن وبروكسل من أجل فتح معبر مصري نحن نأتي نتظاهر في بريطانيا وأمريكا وبلجيكا من أجل أن يفتح معبر مع الشقيقة مصر هذا شيء حقيقة عجيب ومعيب لا يمكن إلا أن نتحدث عنه أنا شخصيا سنتحدث عنه باستمرار لأن هذه اللحظة هي لحظة المكاشفة من أجل أن يتم تقييم الأدوار بشكل حقيقي ومنطقي ويفيد للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية لأن هذه القضية الشعب الفلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية وبالتالي توصيف الأدوار مهم جدا في هذه المرحلة أنا برأيه فيما يتعلق بمفاوضات القاهرة يعني هناك السنوريات كلها مفتوحة ومتوقعة أنا برأيي هناك رغبة أمريكية في الوصول إلى هدنة طويلة المدى من شأنها تخفف العبء الموجود الأخلاقي على وجه التحديد عن الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي ومن أجل أيضا حسبة انتخابية داخلية رئيس بايدن يذهب إلى الانتخابات ورئيس يذهب إلى الانتخابات ويود أن يرى حربا أو سراعا هو جزء منه وبالتالي هذه مصلحة انتخابية وأيضا هناك رغبة لدى الوسطاء في الوصول إلى هدنة ربما يتم تمديدها وقد تفضي في المحصلة إلى وقف لإطلاق النار لكن الحقيقة أنا أيضا لا أستطيع أن أستبعد سيناريو أن تفشل هذه المفاوضات وأن يكون الرغبة الإسرائيلية أو النية الإسرائيلية أصلا لإرسال هذا الوفد هي فقط لإعطاء المبررات بأننا شاركنا في المفاوضات ولكن من أفشل المفاوضات هي حركة حماس والمقاومة وبالتالي انتونياه دائما يقول شيء ويفعل شيء آخر يرسل المبعوثين من أجل أن يغازل أهالي الأسرة الذين يتظاهرون يوميا وفي نفس الوقت هو لا يريد أن يظهر بأنه هو الذي أفشل السفقة لكنه يرسلهم وهو لا يريد الوصول إلى السفقة وإنما يستعد لإشتياح رفح وأنا أخشى وأتخوف من أن تنتهي هذه المفاوضات أو تفشل هذه المفاوضات من قبل الإسرائيليين ثم تحمل المقاومة ومسؤولية إفشالها وبالتالي ما يعطي مبرراً لإسرائيل للقيام بإشتياح رفح وارتكاب جرائم الحقيقة يمكن تكون جرائم أبشع مما كل ما ارتكب خلال الأربع شهور الماضية طيب سيد حمادة اليوم الرئيس الأمريكي خلال لقائه خلال مؤتمره الصحفي مع العاهل الأردني طرح فكرة هدنة تستمر لستة أسابيع على الأقل إلى أي مدى هذا يمكن أن يكون مقبولاً بالنسبة للأردن هدنة ستة أسابيع وما الذي يضمن أنه بعد ستة أسابيع وتسلم المقاومة الأسرة ثم يعود جيش الاحتلال إلى حرب الإبادة على قطاع غزة لن يكون هناك تسليم للأسرة بدون ضمنات مستقبلية الأردن نعم هو مع خيار الهدنة ولكن الأردن كما أعرف من خلال متابعتي ولقاءاتي مع المسؤولين هم يحترمون الخيار الفلسطيني الخيار الفلسطيني هو الأساس وأعتقد أن حركة حماس أيضاً لديها مصلحة في الهدنة وفي تبادل الأسرة لأنها تدرك أكثر من أي واحد يدعي أنه يعرف أنها هي تدرك مصالح شعبها الفلسطيني وتدرك معاناة الشعب الفلسطيني ولذلك المرونة التي أبدتها في الورقة التي قدمتها وإن كان رفعت المطالب لكن أعتقد أن حركة حماس معروف عنها أنها واقعية وعملية وقادرة على التقاط الأولويات في هذا الاتجاه لذلك يجب أن يكون واضح بأنه لن يكون هناك ضيق أفق أو غباء أو هبلانة فلسطينية أنهم يقبلون فقط بوقف إطلاق النار لمدة ست أسابيع ومن ثم إطلاق صراح الأسرة الأسرة الذين يتحدثون عنهم إلى الآن لم يتحدثوا إطلاقاً عن تبادل أسرة الضباط والجنود يتحدثون عن إطلاق صراح مدنيين ولذلك المسألة الأهم بالنسبة للمقاومة الفلسطينية هي الأسرة من الجنود والضباط هذا هو السلاح الأقوى بيد المقاومة الفلسطينية بحركة حماس لإطلاق صراح القطاع الأكبر إن لم يكن المعادلة التي طرحتها حماس لكل مقابل الكل ولذلك لن يكون هناك ضيق أفق وهبلنا فلسطينية لأن يقبلوا بأي شروط لأن حينما تدقق بورقة حركة حماس تشعر أن حركة حماس لديها الثقة حينما ترفع الشروط هذا بيعني أن لديها الثقة وأنها لديها المقدر على مواصلة العمل مواصلة الكفاح مواصلة الصمود ولو كان وضحها ضعيف لما رفعت من شروط الصفقة ولذلك من خلال قراءة لهذه الورقة الفلسطينية تشعر بالثقة أن الذي وضع الورقة هو يشعر بالثقة ويشعر أنه قادر على مواصلة العمل وقادر على مواصلة الإنجاز شكرا لك سيد حمادة فرانة الكاتب والمحلل السياسي الأردني كنت معي من عمان سيد محمد أمين لا أدري إذا كان لديك أي تعليق بثلاثين ثانية لا أنا أظن أيضا أنه لم تكن أصلا إسرائيل وأمريكا والوسطاء أو تحديدا أمريكا وإسرائيل ذهبوا للتفاوض أو لم تكن إسرائيل ستأتي للتفاوض لو كانت قوية وواثقة بأنها ستحسم المعركة على الأرض لو كانت إسرائيل قادرة على إطلاق الرهائن أو الأسرة لأطلقتهم هي حتى اليوم 130 يوم عجزت عن ذلك وبالتالي لم تأتي إسرائيل للطاولة إلا وهي تشعر بأنها لم تنتصر وتشعر بأنها غير قادرة بالعمل العسكري على تحقيق أهداف العدوان على قطاع غزة أشكرك جزيلا سيد محمد أمين الكاتب والإعلام الفلسطيني على حضورك معنا شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدينا على حسن متابعة ألقاكم بخير شكرا جزيلا